موسيقى طيب الله وقاتكم بالخير والمحبة مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج جولة مراسل جولتنا لهذا اليوم راح تبرز قصة نجاح لفتاة هذه الفتاة التي عانت ما عانت حتى أتحقق هذا الحلم الصغير ابقوا يانا وخلونا نشوف هذا الحلم موسيقى رغم انشغالها بالدراسة واختيارها لكلية العلوم قسم التحليلات المرضية إلا أن ذلك لم يثني عزيمتها وكانت أكثر جرأة لتخطو أول خطوة في طريق عملها الذي يحتاج للتركيز وبعض الصبر موسيقى أول ما تخرجت من السادس حبيت أشتغل بمكان وين صيدلي أشتغلت عني بها السنتين يعني بقيت شفت الشغل شون تصير تعبي شون تصير يعني أشتغلت عني هيتشي ها بدون أي مقابل مجرد رحت قاني تعلمت بس بيها وراها دا نشوف نروح على أماكن أكو تزيين بيها بالكليات يعني يسوي ميوزة تزيينها يعني إحنا نباوع نفكر بيها يعني حلو هيتش مشروع مع العلم أنا ما عندي خبرة بهايشي أبد فحبيت يعني إنه أشتغل بهاي المجال بيوم وليلة فكرت يعني قلت خلي شوف أجرب أشوف وين أوصل إذا نجحت ها هي على الله وإذا ما نجحت حادي هم نفس الشي أكيد ما خسرانش يعني اللي الشي أخسر بي أكيد دا أتعلم منها فوراها بدأنا وجبنا غراض من بغداد وأول تزيين ثاني تزيين أشوف ناس عجبوا وقاموا يساون نتاكات بالسناب وبالإنستغرام شغل فلانا وشغل فلانا يعني طبعا هم لحدة سبع دن الجديدة ما هو يعني 9 تشهر 10 تشهر أكو ناس تيجين انتقادات أنت أنت طالبة ومننا أنا دتشتغلي مرات مودل وهي تسواف أو إعلامي أنا واشي معلامية بعدني ما صايرة صح طلعت مقادمة برامج بالرمضان قبل السنة هيتي بس وراها لا لحدة سمودل إذا يردوني إعلانات فتشي أروح ومننا دا أقرأ أنا طالبة تحليلات مرحلة رابعة هاي السنة إن شاء الله تخرج وبهاي المجالة أنا باقي وعجبتني هاي الشغلها يعني يوم ورا يوم مرات تجيني أفكار هواية مرات أحب أفكر شاش طغل أفكر أجيب شغلات غريبة وما العلم بعدني ما بادية بها بس إن شاء الله عن قريب راح أبتي تولين تثبت لنفسها قبل غيرها إنها تستطيع أن تعتمد على نفسها وأن توفر متطلباتها من ثمارة جهدها لتتنعم بالإنفاق وتشعر بأهمية المال وضروريات إنفاقه يعني بصفحاتي مرات ناس يجون يقولون نشريني حسابات أقول أنشر حساب يعني يقولون نطيج حتى الكارت وهي أول شيء أقول أني أحل الفلوسي ما أخذ أي كارتات ما دم أني شيء هذا ما استعملتها ما شفتها ما أقدر أخذ من عنده فلوس فأقول صفحات عادي أي واحد أقدر أشجعها أي ابنة تجيني أشجعها عادي أما إعلانات ركلام هاي غير شيء أما يجون بس أنشر صفحاته ما يغير شيء فهاي شيء يعني بكل مرة أوقفوها لكل أنا أول ما بديت أول شغلة لزمتها أنا حنة شانت فبناتهم راحة حول الحنة وبناتها كانت صديقتنا وعزمتنا وهاي فهم راحنا أشوف الناس آراءهم إحنا ما قلناهم إننا إحنا عايتها زينة إحنا فقمنا نسمع آراءهم وحتيهم شان يقولون لا زينين كل شو عاشت إيدهم وعجبهم شغل فمنها جاءت ببالنا راحنا اشترينا غرف من بغداد جبنا وصينا وروت وعنواع أشكال غرف تمام طولات وهاي كلها فوراها خطوبة ووراها أعراس كمنا نشتغل ووراها تزين سيارات فكلهاي يعني وحدة وحدة تجبناها واشتغلنا بها اي اي فيعني مو بس أعياد ميلاتهم طاولات التخرج ميوز التخرج كلها يعني بداية هالسنين ان شاء الله تنتقزم بس صارت وضع شويك بدأت تولين بتجهيز بسيط لاقص تحسان الحضور في أحد الحفلات ثم انطلقت لتؤسس عمل تزين كوشات الأعراس والتخرج رغم وجود بعض الانتقادات لها من القريب والغريب هوايا أكو يشجعون بس هوايا أكو يجون انتقادات بس خلي نقول انتقادات أكو أكثر من التشجيع والتشجيع مرات يصير أكثر من انتقادات يعني سوى ثانات أباوة على انتقادات بالعكس يجوز أخذ درس يجوز دا أتعلم يجوز مسوفت شي غلط أو حاشفت شي مثلا أو نقطفت شي غلط أو مثلا وقفت غلط أو ناس يقولون ها انتي شو انتي شو يجوز يعني من هاي الانتقادات يعني استفاد بالعكس يعني ماكو أي بشر أي أحد ما أشجع هاي تسوى كان ابنية أو ولد صغيرة تشبيرة يعني أنا احترم أول شي احترم الكلاني طبعا بالآراء والرأي مرات أكو انتقادات يجوني أقول لهم عادي يعني إذا ما تجيك انتقاد يعني أنت إنسان فاشل وإذا ما اجاك الانتقاد فاشل بس أما يتجيك انتقادات وهو يهم أو كل ناس يغار ويحسد ويجسو من انتقادات على مد واحد ما يوصل بمرتبة عالية فهاي الشي يعني ماهتم بها وأي ابنية تريد تفتح مشاريع تشتغله بشيان طبعا أول شي أشجعها لأن أول شي شغل معب ماكو بشر ما يحب يشتغل خاصة البنات وهاي الفترة يجون انتقادات هاي ببنية تشتغل هاي ببنية تطلع هاي بس آخر فترة لأ قمت أشوف ناس يبدون يشتغلون يطلعون برا فهاي شي كل شي أشجعهم موسيقى أكثر شي أتعب بيها من أروح لبيت أنه مكان محلو يعني خلي نقول بلوكاتك وتعاي آني شوان راح أسوي التزين هنا وتطلع حلو فهاي معاناة هواية عاني بها أروح وأجي يعني أتعب هواية لازم أجيب فردات أخلي لي ورا على مود لا يبين لأن مرات الشغل تعرف حتى لو حلو بس لأن خلف هي محلو التزين كل تطلع محلو على مود هاي يعني هاي الصعوبات اللي عاني بها وخاصة شنو اللي عاني ها بالمزرعة إذا رحت طريق بعيد ومرات أتعب وشمز ونقل فهاي أتعب بي مدني ثنانات أكثر شي المعاناة الموجودة بس إن شاء الله يعني ماكو بقية معاناة صح ماكو واحدة ما تتعب بالشغل كنا تعبانين بس يعني خلي نقول الحمد الله رغم تأثر عملها بجائحة كورونا إلا أنها تشجع كل شخص على أن يعمل ما يحب وأن يتخذ القرار المناسب ويعتمد على نفسه في إيجاد عمله الخاص رغم كل المصاعب والمعوقات تشنا هاي السنة إن شاء الله نلزم ميوز التخرج بس من جتي كورونا يعني كل شي انتهى حتى الشغل ما شغل كلها توقف الدنيا توقف يعني عندي يعني صارت أربعة تشور هي أكثر أي تازين ما اشتغل أبد ما اشتغلت أي تازين مع العلم ناس كانوا يردون بس أول شي تعرف بس كورونا ومرض تأثر بنا وقبل ناس يجون على حنة وخطوبة وعياد ميلات وعرس وكل شي تزين سيارات بس من جتي صارفة كورونا هي دنيا توقف كان أصلا أنا ما عندي محل ما كو واحدة متعاني من شي أنا بحياتي هم تعبت بالدراسة هاي كانت يجين انتقادات عن طريق شكل وهاي تحيل اسمينه وكو ناس ينتقدون ومعرف شنو اجيت الكلية شفت حياتي الكلية اتغيرت أنا واحدة اجتماعية طبعا اقعد فيتعض حكيت فوراها اجيت للفكرة انه اروح اشتغل مع العلم احنا يعني حمد الله فاشتغلت مو بانما اكسب شي لا انما اعرف قيمة اهلنا شلون دي يتحبون علينا ويجيبون ويصرفون حتى اعرف قيمة الفلوس قيمة الشغل اللي انا اتغلها ويجيبون وطبعا العلم انا اكثر شي اتعب بها من اروح المزرعة لان حارة وظهر وهاي فذاك كل اتعب موسيقى اشترك في القناة الى هنا نصل الى نهاية الحلقة انتظرونا بحلقات قادمة من جولة مراسل الى اللقاء اشترك في القناة اشترك في القناة اشترك في القناة